كاركوك لها خصوصية جداً مهمة خصوصية مهمة جداً أولاً تطبيق المادة 140 لم تطبق هاي واحد من جهة الشغلة الثانية هناك دول إقليمية تحاول الوصول إلى كاركوك وتحاول زعزعة الأمن والنظام في كاركوك ولا يروق لها أنه يصير الأمن والأمان في كاركوك وهناك دول مخابرات هذا تشتغل ضد كاركوك وضد القطاعات أطيك الدليل ولكن التقصير من الحكومة والاتحادية يهسر جعلك عليه كاركوك يفترض يفترض إحنا من انتهت الحروب مع داعش الإرهابي وقضينا على هذا التنظيم الإرهابي يفترض هناك جيش يحل محل هذه القطاعات على طول الحدود الممتدة من جبال إيران إلى سوريا ولكن اللي صار هناك بعض الفجوات بعض الفجوات موجودة زودنا بها التحالف طيب إحنا بعض الأصوات تريد خروج المحتل يابا أنت من تريد خروج المحتل غير أكل بديل شنو البديل أنت راح تسيطر على هذا المكان ما تقدر تسيطر عليه ليش المحتل الذي يقول عليه هو مو محتل حقيقة هو تحالف وعدنا اتفاقية أمنية أنا رجل قانوني أتكلم عدنا اتفاقية أمنية وعدنا شروط وعدنا أيضا فقرات ملتزم بها جانب التحالف وجانب العراقي التحالف هو اللي مسيطر على قيادة العمليات خليهوا فهمون اللي يطالبون بخروج المحتل التحالف هو اللي مسيطر على قيادة العمليات وتحركاتها ضمن الاتفاق اللي احنا وقعنا يعني احنا موقعي مو مدقو لأحد غيرنا زين التحالف كان يطينا هناك الطائرات المسيرة الطير ثلاث أنواع من الطائرات المسيرة الطائرة المسيرة الكاميراتية كاميرا الطائرة المسيرة التنصط الطائرة المسيرة كاميراتية ومتنصط يزودنا بيها التحالف كان يعني أنا وعلى الأرض يزودني التحالف بهذه المعلومة وراء خلف هذا الوادي أكتل السيارات من داعش رأسنا نتحرك عليها طيب إذا نطالب بخروج المحتل على سبيل المثال أو على التحالف أنا أحكي تحالف وليس أحكي محتل لأن المحتل أمريكا ولكن التحالف فنحن نحكي التحالف في رئاسة المتحدة الأمريكية زين إذا طالبنا وليش الأمريكان تركوا وما يزودونها بأي معلومات لنا نحن طالبنا قال لك تدللون علينا تدلل بالسفرة الأخيرة السيد الكاظمي من راح الأمريكا اتفقوا إياهم أنه يبقون 31-12 على أساس يطلعون يبقون بس قوات ليست بقتالية بل قوات تدريبية إش قاموا يسوون نوع من الخباثة نحكيها بصراحة يعني أنت ما تريد نها شي أسوي لك قاموا ما ينطونا معلومات زين إحنا ما نجيب معلومات لا إحنا محصنين ولدنا هذول الدين يروحون رحمة الله أعوان خلال قناتكم الرحمة والخلود لشهداءنا الأبرار من الجيش العراقي ومن الشرطة الاتحادية ومن الحجد الشيعبي في كل مكان في العراق مو بس في كاركوك في كل المحافظات ولكن السبب والتقصير إحنا العراقيين أو أصحاب القرار طيب